أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للإطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة وهو ما تمنه الرئيس القمري وأوضح متحدث الرئاسة بأن غزالي قد آرب عن خالص تقديره لللفتة الكريمة للرئيس السيسي ومؤكدا أن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار بلادي تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد موصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء قدرات لدى الجانب القمرية ترجمة نانسي قنقر